اشتركوا في القناة استعادة النظام لذلك عندنا خطوة تانية الخطوة الاولى نتعلم كيفية انشاء نقطة استعادة النظام بعد ذلك رح نتعلم كيفية استعادة النظام من النقطة التي انشانها الخطوات سهلة نذهب الى start نختار كل البرامج بعد ذلك نذهب الى البرامج الملحقة ثم نذهب الى system tools له ادوات النظام بعد ذلك الى system restore رح تظهر لنا النافذة التالية طبعا عندنا خيارين الخيار الاول هو استعادة النظام والخيار الثانية انشاء نقطة استعادة النظام هذه الان اللي ان شاء الله رح نحتاجها الخيار الاول رح نستخدمه في الخطوة الثانية create a restore point انشاء نقطة استعادة النظام نضغط next تظهر لنا النافذة التالية بعد ذلك restore point description ننسى اسم او نقطة استعادة النظام مثلا على ذلك ندخل تاريخ اليوم مضم عشر سبعة الف وربعمية وثلاثين طبعا كانك تدخل اسم بدون تاريخ بعدين create انشاء الان كما تلاحظون تم انشاء new restore point التاريخ والوقت الاخيرة بعد ذلك نضغط على close الان الخطوة الثانية الان بعدين انشاء نقطة استعادة النظام انشاء الله ما نحتاجها الا لو حصل خلال في النظام عندك على الكمبيوتر طبعا زي ما قلنا لكم انت تحتاج الى format كل ما عليك ان تذهب الى start او ابدا نفس الخطوات بعد ذلك نضغط على كل البرامل ونذهب الى البرامل الملحقة بعد ذلك system tools او ادوات النظام بعد ذلك restore system restore اللي هو نقطة استعادة النظام رح تظهر لنا النافذ اللي ظهرت قبل شوي انقلنا الخطوة الثانية انشاءنا منها نقطة استعادة النظام في الخطوة السابقة الان الخطوة الاولى restore my computer to an area time استعادة نظام الكمبيوتر الى وقت سابق بعد ذلك نضغط next او التاري الان ظهرت لنا نقطة النظام اللي انشاءناها فيما مضى اه والتاريخ بالميلادي طبعا ونقطة النظام دخلناها بالتاريخ الهجري الان كل ما علينا نضغط على next وبعد ذلك سيعود النظام انشاء الله الى التاريخ اللي انشاءنا فيه نقطة استعادة النظام بذلك لن تحتاج الى الفرمات باذن الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا وكيف سنوقف حزن العظيم